طيب هنا هرجع لدكتور فرج على شائعاتين اقتصاديتين وحدة ماكرو وحدة مايكرو لو صح الكلام يعني الماكرو بتاعتنا عليش هلبس المنظارة علشان السن عامل عميله تراجع أعداد السفن المرة بقناة السويس تأثراً بالأحداث السياسية الدولية في الآخر خاصة وطلع كذب يعني الحمد لله الأعداد بتزيد العائد زائد معدل الحمولات الإجمالية زائد الحمولات الصافية برضو زائد طيب حاجة تانية أوصفها بأنها مايكرو لأنها متعلقة بجبل مواطن كانت تحديداً برنامج تكافل وكرامة قالك صدور قرار بوقف برنامج تكافل وكرامة نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 21-22 بعد كده طبعاً احنا أصلاً زودنا مظل التكافل وكرامة شائعتين واحدة على نطاق عائدات الدولة واحدة تانية على نطاق معاشات تصرف لأهلين المستفدين منها هو عايز من دي وعايز من دي خلينا نقول أنه الهدف واحد الهدف هو زعزعة الثقة المبين المواطن ومبين الدولة المبين المواطن ومبين الاقتصاد بتاع الدولة يعني وبيستهدفها ويمكن نمطيتها أن هي ليه يتناول المتغيرين دولة بالتحديد وليه في التوقيت ده بالتحديد فهو بيستهدف بشكل مباشر الحالة العامة اللي موجودة في العالم كله وبيحاول أنه هو يقودها ويفصلها إنجاز التعبير ويبسها في قطاع كبير من المجتمع بهدف زعزعة الاقتصاد وده ليه اتجاهين يعني احنا بنتكلم على قناة السويس هي أحد الروافد الأساسية للعملة الصعبة اللي بتعتمد عليها البلد ودي مورد حيوي جدا للبلد وكله معروف أنه من المؤكد أنه أي هزة في الإيرادات هتأثر على الاحتياط النقد الأجنبي وبالتالي هتأثر على سعر الصرف هتأثر على عدد كبير جدا من المؤشرات الكلية وبالتالي لما بيتناول هذه الشائعة بالشكل ده وفي نفس التوقيت بيتناول الناحية التانية أنه يا مواطن جيبك هيتأثر لأنه البرنامج تكافل وكرامة أو عدد من البرامج الحماية أو الرعاية الاجتماعية هتتأثر فهنا بيصير نوع من يعني عدم الطمأنينة والألأ والفزع ويبدأ بقى يتولد عند المواطنين أو بعض المواطنين إنجاز التعبير لأنه فيه قطاع كبير جدا بيتحقق من المعلومة وبيتتبع المصادر الرسمية وبيتابع وبيشوف فبيتلاقي إنه الجو العام كله ممكن يشحن نتيجة ليه عدد من الشائعات اللي بتستهدف بشكل كبير التوقيت وبتستهدف النمطية هو برضو شغال من ناحية التانية مش أي مؤشرات بيتناولها ومش في أي وقت وبالتالي بيستهدف هو عارف يعمل إيه لأنه هو عدو يعني هو في الأول وفي الأخير هو عدو بيترصد وبينتظر أي فرصة إن كانت موجودة دع إن كانت موجودة فيه إنه يسير الألأ وينشر الفوضى ودائما يميل أكتر للاقتصاد السلوكي الناحية التانية بقى هنعكس بقى على سلوك إيه المواطن يشوف أداء وعمل إزاي لو هو أحد أهلي أو أولاده برة وبيحولوله عاملة يبدأ بقى نعكس عليه هل هو هنا هيتطر أنه هيتعامل إزاي فيبدأ أنه يأثر مرة تانية على الهدف بتاعه فاختيار المتغيرات بالتحديد الكلية وبجانب كده يختار عدد من المؤشرات والمتغيرات الجزئية المتعلقة بدخول الأفراد أو نمطية المعيشة أو الأسعار أو الآخر من المؤشرات إنجاز التعبيره كانت جزئية وهو في الأخير يؤثر على نمطية المواطن ونمط استهلاكه ومعيشته وحياته وارتباط المواطن نفسه باقتصاد بلده فيبدأ هنا يظهر وخصوصا أنه بتاخد نمط الانتشار بسرعة يعني ياخد مؤشر ويبدأ يشتغل عليه بكل المؤشرات اللي تابع يعني يبدأ يتكلم في قصة الدين الدين عندنا أصله فيه مشكلة أنت عرفت منين أنه فيه مشكلة هل حضرتك درسته وعرفت فيه مشكلة هل تحققت أنه فيه مشكلة هل قارنت وتأكدت أنه فيه مشكلة ولكن لا ما حصلش هو يعني بيروج إشعة بهدف ترويج إشعة أخر بهدف ترويج إشعة ثالثة ورابعة وخمسة عشان كده من المهم جدا الرد والرد يكون يعني نفسر للناس أنه المؤشر ده معناه كذا وأبعاده كذا الآن